أربعة ملايين دونم من الأراضي الصحراوية في العراق دخلت الخطة الزراعية أغلب تلك الأراضي المستصلحة خصصت لزراعة المحاصيل الأساسية كالحنطة والشعير وبعض أنواع الخضروات بالاعتماد على استثمار المياه الجوفية لسقي المحاصيل عبر الآبار الأراضي الصحراوية صالحة للزراع لكن يرادلها ظروف لكيفية استثمارها الأراضي الصحراوية دخلت بعمق في هذا الجانب وحققنا إنتاج جدا ممتاز ولهذا واحد من الأسباب التي زيدت الإنتاجية هو توجهنا للأراضي الصحراوية في هذا الجانب امتلاك العراق لكميات كبيرة من المياه الجوفية تتجاوز ثلاثين مليار متر مكعب من المياه وفق تقديرات مختصين حفز السلطات لتوظيفها في دعم القطاع الزراعي الذي يعاني من شح المياه فيما حذر مختصون من هدر هذا الخزين المائي ما لم تعتمد منظومات الري الحديثة لاستثمار الموارد المائية المتاحة مكانات كبيرة تعتمد على المياه الجوفية جفت مثل بحيرة ساوة عند ترمى عند ترمى حقيقة في شقلاوة عند تمر شرق سامرة هذه كل مناطق جفت تعتمد على المياه الجوفية فلذلك تخوفنا أنه ما يكون التزام بالزراعة بالمنظومات الري الحديث توجه الحكومة العراقية لاستصلاح ملايين الأراضي الصحراوية مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة هذا الموسم في ظل أزمة شح المياه التي أثرت على أغلب المنتجات الزراعية الأساسية في البلاد بعد التوجه الحكومي لاستثمار الخزين المائي لاستصلاح الأراضي الصحراوية حضرت وزارة الموارد المائية العراقية الفلاحين من الاستغلال الجائري للمياه الجوفية لا سيما الخزين استراتيجي غير المتجدد منها الذي يستغل بحفر الآبار العشوائية تحسين طه العربي بغداد